وأكد الرئيس السيسي أن هناك اتفاقا مصريا فرنسيا على عدم الاكتياح الإسرائيلي البري للقطاع وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي على أن اكتياح القوات الإسرائيلية البري للقطاع سيكون له عدد كبير من الضحايا المدنيين الهدف بتاع الحرب المعلن أنه هو تصفيد حماس والجماعات والفصال المسلحة الموجودة في القطاع وده هدف أنا يعني كلنا عارفين كويس قوي والخبرات اللي موجودة لكل القادة على مختلف المستويات بدول مختلفة نازل أمر بيحتطل بسنوات طويلة جدا ويمكن ده أيضا من ضمن الموضوعات اللي احنا تحدثنا فيها على أهمية أن احنا نسعى من أجل عدم الاكتياح البري للقطاع وده أمر في منتهى الأنبياء أنا بسجله هنا لأن الاكتياح البري قد ينتج عنه يعني مش تحديات لأ يعني ضحايا كثيرين جدا جدا من المدنيين ويكفي أن حتى الآن احنا بنتكلم ما يقلب من ستة آلاف ستة آلاف من المدين سقطوا حتى الآن نصفهم تقريبا من الأطفال نصفهم تقريبا من الأطفال ويجب أن نضع ده في عين الاعتبار في استمرار الأزمة وعدم وضع السلامة سلامة المدنيين في الاعتبار عند التعامل مع الفعل العسكري الإسرائيلي في القطاع